موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة رح نتكلم عن بعض الأسئلة الهامة أسئلة تتعلق بالصليب أو بصلب يسوع المسيح وهذه الأسئلة كنا نواجهها أو نسأل كثيرا من خلال الصفحات الفيسبوك السوشال ميديا بيتواصلوا وبيتصلوا وبيتواصلوا معنا من خلال هذه الأسئلة وطبعا موضوع صلب المسيح البعض بين مؤيد وبين الرافض ولكن أصلي من كل قلبي عندما تسمع الأجوبة في هذه الحلقة أن تتخذ القرار الصائب الصحيح اليوم في حياتك وأريد أن أدعوك اليوم أن لا تقص قلبك لا تجازف بحياتك ولا تقامر بأبديتك نفسك غالي ثميني جدا عند الرب فالصليب هو ليس من اختراع المسيحيين الصليب هو تدبير إلهي من قبل الأزمنة الأزلية الله أحبنا في فكر الأزل كان في خطة فداء وحاول الإنسان بكل الوسائل أن يرضي الله أو أن يوفي مطالب الله ولكن فشل فشلا ذريعا ولكن الصليب هو مبادرة إلهية طريقة إلهية تعبير عن محبة الله وفي نفس الوقت تعبير عن التوازن التوازن في الصفات الإلهية بين المحبة والعدالة أيضا فأصلي من كل قلب اليوم أن الرب يفتح أذهاننا ويكشف عن عيوننا وينير قلوبنا حتى فعلا نستنير ونأخذ القرار الصحيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أسئلة تتعلق بصلب المسيح أهلاً أحبائنا مرة أخرى وطبعاً مين اللي ممكن يجاوب على هذه الأسئلة شخص محبوب جداً على قلبي أخ عزيز وصديق وطبعاً يعني مش بحاجة لتعريف الأخ يوسف رياض هو خادم الرب خادم الإنجيل وطبعاً معلم للكتاب المقدس وخدم لسنين عديدة في كل أنحاء العالم وطبعاً كتبه ومؤلفاته منشوفها في كل المكتبات المسيحية أخ يوسف شرف وامتياز كبير أنت مش ضيف أنت صاحب مكان في هذا الاستوديو أهلاً وسهلاً فيك الله يبركك شكراً كثيراً أسئلة تتعلق بصلب المسيح وأنا متأكد أنك أنت بتواجه نفس الأسئلة وبشكرك من أجل زيارتك إلى هذا المكان ولكن خليني أنا رح أوجه الأسئلة بالضبط كيف إحنا يعني نخدها بوجهها للك على أساس ترد على هذه الأسئلة السؤال الأول ودائماً نسأل هذا السؤال لماذا يتحمل المسيح خطية آدم؟ آدم أخطأ من ألاف السنين أليس هذا ظلماً؟ ولماذا لم يعالجها في وقتها؟ طالما أنه آدم أخطأ ما يعالج الموضوع في الحال؟ شو رأيك وشو ردك على هذا الموضوع؟ في الحقيقة فكرة أن المسيح تألم بسبب خطية آدم مش دقيقة في الحقيقة المسيح تألم بسبب خطاياي أنا وخطاياك أنت وخطايا الملايين من الذين آمنوا به الله بار وعادل وعنده مبدأ وقانون النفس التي تخطئ هي تموت فطب أنا عملت خطايا كثيرة وإنت وملايين من المشاهدين أو كل المشاهدين المخلصين يعرفوا أنهم ارتكبوا من الحماقات والخطايا الشيء الكثير مين اللي يتحمل ده إذا الرب أراد أن يخلصنا؟ كان لازم يا إحنا نتحمل الخطيئة يا إما واحد بديل يتألم بالنيابة عننا وفي الحقيقة المسيح ارتضى اختياراً محدش أكبره هو قال كده لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضاً ما قالش أن لا أضعها لكن من روعة الكتاب المقدس أضعها وآخذها فوضح حياته وأخذ حياته وده نصرة ما بعدها نصرة ولأجل هذا نحن نعظم المسيح الذي انتصر هذه النصرة فمسألة أن المسيح تألم لأجل خطايا خطية آدم مش دقيقة ملهاش سنة كتابي لكن تألم من أجل كثيرين المسيح كل اللي أمنوا بيه كان عليه أن يدفع عقوبة خطاياهم لكي ما يقبلوا عند الله هو الفكرة أنه إحنا كبشر أنه تورثنا الطبيعة الصاقطة من آدم وطبعا بحسب الكتاب المقدس وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ يعني هو ممثل أو رئيس يعني خنقول نسل آدم أو البشرية ده كلام مظبوط في رمية 12 في رمية 15 بيقول كده فإنه كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم اللي هو آدم وبالخطية الموت صحية وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع كلمة أخطأ الجميع ليس أنهم ارتكبوا الخطايا مع أن هذا حدث لكن إذا اعتبروا خطاطا في ممثلهم آدم وفي البعض بيرفض مبدأ التمثيل ما فيش مشكلة مش عايز أن حد يمثلك ما فيش أنت عملت كم خطايا بلاش خطايا سيبها يا سيدي ما تزعجش نفسك لكن عندك أنت كم خطايا إذن مسألة أن آدم يمثلنا ده مش جزء من المشكلة ده جزء من الحل لماذا؟ لأن آدم مثلني فاعتبرته خاطئا عندما سقط آدم وهناك شخص آخر آدم الأخير اللي هو الرب يسوع المسيح لما عمل البر ببر واحد يجعل الكثيرون أبرارا فمسألة البدلية والتمثيل ده جزء من الحل اللي مش عايز هذا الحل برحتك الله حيحسبك على اللي انت ارتكبته وليس على ما ارتكبه آدم بس انت مرتكبتش أليل إن كنت مخلصا مع نفسك انت ارتكبت كتير جدا طب تروح فين خطاياك دي هتفضل باقية عليك لأنك رفضت أن المسيح يمثلك كيف يمثلك المسيح؟ لأن آدم أولا مثلك وأورثك الموت عندما المسيح مات أورثك البر وأعطاك الحياة الأبدية حياة الأبدية آمين يعني هو السؤال كمان لماذا لم يعالجها في وقتها مع أنه برضو الرب يعني مش بس في المسيح أخذ زمام المبادرة برضو عالج الخطيئة من وقتها يعني مش أنه استنى ثلاث أربع تلاف أو أربع تلاف ونص سنة يعني عالجها من وقتها يعني نقدر نقول حاجتين الحاجة الأولى أن الصليب كما يخبرنا بطرس في رسالته الأولى على صح واحد معروفا سابقا قبل تأسيس العالم افتديتم بدم كريم كما من حمل بلعيب ولدانس دم المسيح فالحل موجود لكن لماذا تأنى المسيح آلاف السنين قبل ما ييجي عشان خاطر يثبت أن الإنسان عاجز تماما فأدى الإنسان فرصة يعني ما خدوش قط مخيار زم ما بنقول يعني الإنسان أخطأ طيب هل في حد عنده حل تقدموا يا ذوي الحلول إذا كان عندكم حل في الحقيقة محدش عنده حل إطلاقا فكان الأمر يلزم مجيء المسيح عشان كده يقول أظهره مرة عند انقضاء الدهور يعني أدى فرصة كاملة وعند انقضاء الدهور وثبت فشل الكل أظهر المسيح عند انقضاء الدهور يبطل الخطيئة بذبيحة نفسه يعني هو برضو كمان أنه الرب أخذ زمام المبادرة لأنه آدم وحاولوا حاولوا يغطوا العورة بأوراق التين ولكن الرب يعني من هون إحنا منقول ابتدأت فكرة الذبيحة والذبيحة كانت ترمز إلى يسوع المسيح ابتدت بالنسبة لينا لكن مش ابتدت بالنسبة لله اللي كان عارف أن ما فيش غير ابنه الوحيد حقيقي لكي يذبح زي ما قلنا الآية بتاعة بطرس الأولى واحد افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر بالظبط أظهر في الأيام الأخيرة من أجلنا برضو في نفس السؤال وهو طبعا اللي بيسأل السؤال كأنه بدافع عن يسوع هاي الفكرة أنه احنا يعني ركبنا مشكلة ليسوع في موضوع الصليب وفي نفس الإطار كمان أنه بيستخدمه آية مرات خارجة عن سياق الحديث طيب ألا يتناقض مع الآية أنه كل واحد يموت بذنبه كل واحد يموت بذنبه لا ما فيش تناقض إطلاقا وفعلا وما هو هذا الحل وهو مجروح لأجل خطايا أنا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه على المسيح وبحبوره شفينا دي رحمة إلهنا ونعمة إلهنا واللي عايز يرفضها ربنا مش هيكبره عليها لكن هو الندمان في النهاية وهو الخاسر فالله سوف يحاسبك بالعدل إن رفضت نعمته وهذا الآية اللي اقتبستها من سفر شعياء 53 شعياء بيتنبأ أكثر من 700 سنة عن هذا الحدث العظيم وهو صلب يسوع المسيح خلينا أوجه سؤال تاني إحنا كمسيحيين لماذا نفتخر بالصليب مع إنه رمز العار ما معنى نفتخر بالصليب هل نفتخر بخشبة الصليب هل نعبودها مثلا إحنا بنفتخر بحكمة الله التي ظهرت في الصليب قوة الله البعض يمكن يستغرب وأنا بقول قوة الله التي ظهرت في الصليب ظهرت قوته الإجابة نعم لكن أعظم الكل وأسمى الكل محبة الله التي ظهرت في الصليب نعم حكمة الله ظهرت في الصليب واتضح ما قاله الرسول بوليس في كورينتس الأولى أصحى واحد أن جهل الله حاشل لله من الجهل لكن إن كان عند الله جهل كما يظن بعض الجهلة فإن جهل الله أحكم من الناس وضعف الله وضعف الله حاشا لله من الضعف لكن لو افترض البعض أن الله عنده ضعف فإن ضعف الله أقوى من الناس وهذا ما ظهر في الصليب فالصليب بيّن حكمة الله وقوة الله فظهر أن جهل الله اللي الناس بتقول علي جهل أحكم من الناس لأنه بالطريقة دي أم كان يخلصني كيف كان يخلصني إذا ما ماتش هو نيابة عني قانون الله واضح وعادل ولا يمكن أن تجد لسنة الله تبديلا النفس التي هي تموت أو يموت بديلا عنها وده اللي احنا أشرنا إليه في الشعي 53 زي ما حك تفضلت لكن مش بس كده ده العهد الأديم كله بيتكلم عن هذا الفكر وده الشيء الرائع بقى أن الصليب لم يظهر أو لم يخترعوا المسيحيون لكن موجود في الكتاب المقدس من سفر التكوين أصح أقول أصح 3 من تكوين 3 وبعدين الذبائح وبعدين خروف الفصح وبعدين يوم الكفر العظيم وبعدين النبوات التي تكلمت عندما المسيح مات على الصليب أم كان يخلصنا وقوة الله ظهرت عندما خلصنا المسيح يعني في قصة في العهد الأديم أخي نزار اللي هي بتاعة داود عندما شاف جولياد بيزل الشعب أربعين يوم واربعين ليلة وبعدين هو وثار في أراد أن يعني يتدخل طب بس أنت صغير وانت هتعمل ايه وبعدين انت معك سيف قال دخل دخل الحرب القصة دي موجودة في سامويل الأول 17 في العهد القديم وبعدين بحجر ملساء دوخه بس ما ماتش موته ازاي داود بسيف بتاع جوليات طب وده ما له بقصة الصليب لا ليه دخل كبير قوي في عبرانين اتنين اربعتاشر يقول لي كي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبقى إبليس له سلطان الموت المسيح بالموت أباد ذاك الذي له سلطان أنا بقول هنا بانت الحكمة حكمة الله لأن الشيطان لو كان يعرف أن صليب المسيح سيؤدي إلى خلاص البشر لما خلى الناس تصل بالمسيح وده اللي بيقوله في كورونتوس الأولى أصحاح اتنين حكمة ليست من هذا الدر لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجل فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة فيعني الصليب دا أو فكرة الصليب بتهيالي تحتاج إلى إعلان إلهي لكي ندرك عظمة هذا العمل العظيم ولكن هذا لا يلغي أن الصليب هو رمز للعار ولسيما في أيام الرمان وطريقة الصلب ولكن المسيح افتخر يعني في هذا العار من أجل خلاص البشرية أنا بشوفي أخ نزار الصليب دا هو العلاج ولا هو المرض أنا فيها بشوفه الاتنين في صليبك أرد دواء لدائي يعني إيه الكلام دا يعني في الصليب الرب شافاني من خطايايا خطايايا وأنا عندي خطايا لا دا إحنا أردأ مما يمكن أن يتصوره يعني إذا كان هناك شخص كامل خير عمل ما لا يحصى من أعمال خيرية لبان البشر ما أعتقدش فيه أكتر من المسيح المسيح دا يتعمل فيه كده الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا وغير حكيم دا اللي قاله موسى زمان وفي الحقيقة ففي صليب المسيح أرى بشاعة البشر وبعدين بشوف إزاي ربنا لأن البشر أردية جدا 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 إزاي فيه محبة غير عادية ارتضى أن يموت عشان يزيل الخطايا مننا والنهاردة قدي ناس كانت بتعادي المسيح اتحولوا إلى خدام للمسيح أكيد يعني كتار لكن أذكر بس واحد في الكتاب المقدس شاول الترصوصي صعب عليك أن ترفص مناخص لكنه عندما استمر في ذلك ربنا وقعوا وفي النهاية خلصوا وصار أكبر محبي المسيح ومدافع عن لهوت المسيح ولما بيتكلم الكاتب إلى العبرانيين بقول احتمل الصليب واستهينا بالخزي صحيح فيعني تخيل أنه كم الألام اللي تحملها يسوع المسيح من أجلنا طبعا السؤال اللي هو يعني الشطر الآخر من نفس السؤال دايما بيوجهون لنا سؤال لماذا تعبدون شخصا ملعونا على الصليب يعني الصليب وكعار هو رمز لللعنة وهو لعنة كما يقول عنه الكتاب فاحنا ليه بنعبد شخص ملعون على الصليب ثقيل علي أن أسمع هذا التعبير وأعتقد أن هذا الشخص إن لم يتب سيدفع ثمنا ضاهظا عن التعبير أن يقول عن المسيح ابن الله الكريم المعبود يقول عنه ملعون لكن ليه أساس آه ليه أساس المسيح افتدانا من لعنة النموذ إذ صار لعنة لأجلنا يعني اللعنة دي مش فيه هو ملوش دعو باللعنة خالص لأنه كمل للنموس لا نموس ده عمل ده كان شعاره طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسل فهو ملوش لعنة في ذاته إطلاقا لأنه مكتوب مكتوب لأنه مكتوب مكتوب ملعون كل ملعون كل ملعون على خشب بس اللعنة دي أساسا بتاعتي أنا وعش كده بيقول افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب فالمسيح ارتضى أن يصير لعنة على شخاط رفديني أنا من لعنة النموس فكيف أفتخر بذلك يعني واحد حبيني إلى الدرجة اللي فيها ارتضى أن يصير لعنة علشان أنا أرث البركة طب ده ده يتحب قد إيه ده طول الأبدي إن كل الأبدي لا يكفي صبح المفتدي إذا ممكن أخيوش تتوضح لنا فكرة لعنة النموس لأنه ممكن في ناس تسمعها لأول مرة حتى نوضح الفكرة يعني لما نقرأ قال النموس عايزك تحط ست أصباط على الجبل ده جبل جرزيم وست أصباط على جبل عبال ست أصباط حتنطق بالبركة وست أصباط حتنطق باللعنة من حفظ النموس له بركات من كسر النموس له لعنات وعلى الشعب أن يتكلم ست أصباط على جبل جرزيم بالبركة وست أصباط على جبل عبال باللعنة الشيء العجيب والذي له معنى عند الفاهمين هو أنك تبحث عبثا عن كلام الست أصباط اللي فوق جبل جرزيم البركات لا تجدها سقط سهوا لا سقط عمدا ليه سهوا الله ما عنده سهوا وليه سقط عمدا لأن ما فيش النموس ما يورسش بركة والكلام ده واضح في غلط يا أصح ثلاثة كل الذين من أعمال النموس هم تحت لعنة وعشا كده تلاقي لعنات جبل عبال ولا تجد بركات جبل رزيم فالنموس لا يمكن أنه يورثك بركة لكن يورثك لعنة طب و بعدين ولا قبلين المسيح جيوا افتدى الذين تحت لعنة النموس افتدهم من لعنة النموس الصارة لعنة لأجلهم لأنه مكتوب ملعون كل من علقها على خشوة فكانت ميتة الصلب دي في خطة الله يعني مش طقت في دماغ بلاطس ولا قيافة لا ده الصليب جيت عنه نبوات مزمور 22 الآية 16 فقبوا يدي ورجلي وهكذا فالصليب معروف سابقا قبل تأسيس العالم طبعا الرسول يعقوب بيتكلم من حفظ النموس كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل النموس بيظهر خطية الإنسان بيفضحها مثل المرآة بس لا يستطيع أن يخلصها وفي نفس الوقت النموس بوجهنا ليسوع المسيح الكامل اللي أكمل وتمم النموس الكامل البعض هتظه أن النموس مصدرها إذا كان الخط أعوج المصدرة هتظهر وجاجه مش هتعدله فالنموس مش بيعدل حد لكن بيظهر اللي فيه ظهرت إني أعوج أيها طب اللي يعدل مين مش النموس النموس مش هيعدل لكن المسيح وده روعة وجمال طبعا الخلاص من خلال يسوع المسيح صحيح رح أخد فاصل أخي يوسف لكن حب أعطي فرصة للمشاهد إذا عندك أسئلة مثل هذا النوع من الأسئلة من فضلك ابعثها على طبعا العنوان موجود أمامك على الفيسبوك اكتب لنا وأكيد كل هذه الأسئلة منجمعها حتى نجاوب عليها بكل أمانة من خلال هذه الحلقة وبصلي وأنت بتسمع الشرح من الأخ يوسف أنه فعلا تبتدي تفكر ولو شوي يعني عن أهمية ومسؤولية وخطورة هذا الموضوع وبتأمل اليوم أنك تأخذ القرار الصحيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا من واصل حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ليكن نور أسئلة تتعلق بصلب المسيح ومعنا رجل الله الأخ يوسف رياض مرة تانية أهلا وسهلا أخ يوسف أهلا بيك وخلينا أوجه سؤال رابع وهذا السؤال طبعا يعني محتاجين لإجابة لأنه في هذا السؤال يسأل من نوعيتين من الناس النوعية اللي مش فاهمة هذه الكلمات والنوعية اللي بتستخدم الكلمات لإهانة طبعا هوية وشخصية المسيح للأسف يعني هل كان خوفا أو ضعفا عندما قال المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني ألا يستطيع القادر على كل شيء أن يقول كلمة يعني وتغفر جميع خطيانا إذا خليني نركز بالأول على إلهي إلهي لماذا تركتني طبعا السؤال أساسا غلط ليه غلط لأن هل المسيح كان ضعيفا هو مش قال لبطرس في البستان رجع السيف أنا لو عايز أطلب إلى أبي فيرسل إثنى عشر جيشا من الملائكة لكن كيف تكمل الكتب يعني راح بكامل إراداته وكان يستطيع هو أولا لما قال لهم أنا هو بحسب يوحنى 18 رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فكان بوسعه أن يعمل أشياء كثيرة وكان بوسعه أن يطلب من أبيه فيرسل إلهي 12 جيش من الملائكة لكن في الحالة دات ما كانتش حيموت وهو جاي علشان يموت يعني في يوحنى 12 بيقول هل أقول أيها الأبنى الجيني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة اللي ما يفهمش أن المسيح جاي علشان يموت يبقى مش فهم أي حاجة من أي حاجة يعني من غير زعل الكتاب المقدس زي ما قلنا من تكوين ثلاثة مرورا بكل أصفار العهد القديم نبواته مزاميره الكل بيتكلم عن صليب المسيح جي العهد الجديد فالمسيح تكلم ليس أقل من سبع مرات أنه سيموت وفي اليوم الثالث يقوم يبقى إذن فكرة أنه كان يجبن وخايف طب اللي وداه أساسا أمال إيه الحكاية هو قال إلهي إلهي لماذا ترك لأنه ترك طب ترك ليه وكيف لأن أنا اللي استحق ترك أنا اللي عملت الخطيئة والله قدوس زي ما بيقول كده يعني لما سأل السؤال في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني يرد هو في عدد 3 وأنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل يبقى إذن لماذا ترك المسيح من الله لأن الله قدوس طب يترك المسيح آه لأن في الوقت ده المسيح كان حاملا خطيانا والرب وضع عليه إثم جميعنا لأنه حمل الخطايا والله قدوس لا يمكن أن يتعامل مع الخطايا لهذا ترك وهو ده الأمر الذي كان إن جزءا أقول يعني يرفضه المسيح ويأباه فقال في صلاته في البستان إن أمكن فلتعبر عني هذه كأس لكن بسرعة قال ولكن لتكون لا إرادتي بل إرادتك الترك من الله ده أمر مش سهل الإنسان بيستسهله بس عايزة أقول أن حتى الخاطئ النهاردة لسه ما جربش الترك من الله فبيقول بوليس في أعمال 17 مع أنه عن كل واحد منه حتى الوثانيين اللي بيعبدوا الصنم المجهول مع أنه عن كل واحد منه ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد طيب هما ما جربوش الترك المسيح جرب الترك والأمر ده مرعب ومفزع للغاية فصرخ يعني شوف لما جلدوا المسيح لا نقرأ أنه صرخ لما صمروا إيديه على الصليب وما أرهب الألام اللي ممكن نتخيلها أنا وإنت ما جربناش محدش سقب إيدينا لكن نتخيل يعني إيه سقب الإيد ما صرخش المسيح لكن عندما ترك من الله واستوحشت الظلام ثلاث ساعات ضلمة وفي نهايتها صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني وأقول إنه سؤال بلا جواب بس أنا وإنت وكل مؤمن حقيقي هو الإجابة عن هذا السؤال لماذا ترك المسيح من الله عشان أنا لا أترك وإنت لا تترك وكل واحد يأتي للمسيح مطدعا مؤمنا حيتمتع بشركة الله إلى أبد الآبدين على حساب اللي ترك فوق الصليب وصارخ من فوق الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني والنبي إشعياء يقول من صدق خبرنا يعني موضوع صعب ولكنه يحتاج إلى إعلان الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم طبعا اقتبست الآية مسبقا وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في صرخ من أجلنا من أجلك ومن أجلي فإذن هذا بالعكس هذا بيخليني أفهم كم تألم المسيح من أجلنا نحن البشر صحيح في سؤال طبعا وكتير يعني طيب يمكن أنا وجهته في السؤال اللي قبله ولكن عاوز أحطه بصيغة تانية ليه أعمالنا الصالحة غير كافية لخلاصنا نفس الكلام اللي ذكرته ألا يستطيع القادر على كل شيء أن يقول كلمة كن فيكون مثلا وخلاص تغفر جميع خطيانا ونرتاح منها لا يستطيع أقولها بكل احترام لا يستطيع يعني ملك عادل وجاله واحد مجرم هل من العدل أنه يعفو عن القاتل المجرم الإرهابي الروع الآمنين عنده سلطان آه بس هل يستعمل هذا السلطان بهذه الطريقة وإذا الإنسان فعل هل الله كلي العدل والبر يفعل ذلك في الحقيقة لا الله لا يمكن أن ينكر نفسه لا يقدر أن ينكر نفسه وفي حاجة اسمها الله لا يقدر آه كتاب المؤدس قال إنه لا يقدر أن ينكر نفسه يعني ينكر نفسه يعني يقول حاجة ويجي تاني يوم يقول أنا ما قلتش أنا رجعت في كلامي لا الله ما يعملش كده إطلاقا فإذا قال إن النفس التي تغطئ هي تموت ما ينفعش يقول كن فيكون ويسامح الإنسان يبقى ده مش إله وده مش عدل وده مش لا عند الله طريقة بالعدل لكي ينقذ المجرمين التائبين فكل اللي حيروحوا السماء عملوا عملوا خطايا أخطأوا أيه هو اللي أصل على الصريب اللي الرب قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي هو ده يعني كامل هو ده ملاك يعني ده قاتل ومجرم هو نفسه بيشهد عن نفسه بيقول نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا لكن الرب عنده طريقة طبعا عن طريقة وهو الصليب مما كان عشان ما عشان هؤلاء البشر هؤلاء البشر اللي نادموا عن خطاياهم ورجعوا إلى الرب بالتوبة والإيمان الرب عمل لهم طريقة يخلصوا كون مسألة أن الرب يقول كلام الله لا يقول كلام يتعارض مع مشيئته مشيئته قدسته وكماله وبره لا ما يقولش كلام ده ما يقولش طيب نرجع لموضوع الأعمال الصالحة لأن هاي الكلمة يعني المتعارف عليها والمتكررة بالذات في مجتمعنا الشرقي وكل الناس تعمل جاهدة بكل الوسائل تحاول أن تصل إلى الله تحاول أن ترضي الله تحاول أن توف العدل الله وإحنا في البداية أنا ذكرت كلمة اللي هي توازن في توازن في صفات الله إذا ممكن توضح أن هذه الفكرة يعني مسألة الأعمال الصالحة دي مسألة عايزة مراجعة في نظر مين أعمال صالحة في نظرك أنت سؤال حلو ولا في نظر الله هل ما يسميه البشر أعمال صالحة كله صالح ولا فيه كثير جدا من الحاجات التي لا يوافق الله عليه من الكبرية والكد والغش والخداع والسرقة وبعدها تقول أعمال صالحة مين أعمال صالحة فين الأعمال الصالحة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد في فكرة الأعمال الصالحة أنا بشبهها بتلميذ خايد بيكتب موضوع أنشب الإنجليزي ويقول لك يا سلام ده أنا جبت كلام ما يعرفش يقوله شيكسبير وهو جاهل ولا بيعرف أي حاجة فهو مقتنع أنه ده الإنجليزي يعني ما بتاعه يعني ما فيش آه فيش بعد كده وهو مش عارف يكتب أي حاجة في أي حاجة ده تجبيه صغير أوي على أن أنا بقول دي أعمال صالح في الحقيقة إذا ما عملش الله في الأعمال الصالحة ما تبقاش صالحة لكي تظهر أعمال أنها بالله معمولة يعني إذا الله هيعمل يستخدمني هتبقى أعمال صالح بس هو مش هيستعملني إلا لما أجيله بالتوبة والإيمان ساعتها ربنا هيستخدمني وساعتها سأعمل الأعمال الصالحة لكن بص مثلا على الأعمال حاجة واحدة آية واحدة بس في جت في عقوب أصحر بعض من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له اللي يعرف مش اللي يقدر يعني اللي يعرف دي أوسع أوسع قوي إذا تعرف تعمل حسنا ومعملتش دي خطية طب فيه أروح فين أنا بأعمالي أقبل عند الله هو مين ده اللي تقبل بأعماله الفريس افتكر فقال للرب اللهم أنا أشكرك أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزنات ولا مثل هذا العشار نزل إلى بيته غير مبرر العشار اللي قال اللهم ارحمني أنا الخاطي قرأ على صدره نزل إلى بيته مبرر أنا أحاكمك ارمية ثلاثة لأنك تقولين لم أخطئ لأنك قلت أنا ما بعملش خطية الرب حيحكمي لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل يعني كتير حلو لما ذكرت إنه في نظر مين الأعمال الصالحة وبعدين السؤال الثاني كم من الأعمال الصالحة نحتاج حتى نرضي الله وإمتى منعرف سؤال الثالث متى سنعرف إنه الله فعلا وصلنا للدرجة إنه خلاص بأعمالنا استطعنا أن نرضي الله ومع إنه الله بيصف أعمال برنا كل حتى اللي بنعمله نجسة كخرقة نجسة في نظر الله وأحب أقول إن الأعمال الصالحة في مقولة يعني شيطانية عند الناس إن الأعمال الصالحة تشيل الأعمال الوهشة هل ده مبدأ حتى مقبول عند البشر يعني مثلا واحد قاتل وبعدين غني وعنده فلوس يقول أنا حبني مستشفى لليتامة وملجأ لل مش عارف مين هعمل كده ويعمل كده هل ده خلي المحكمة تبرقه من جريمة القتل اللي عملها الحكاية دي أنا بحكيها وحصلت عندنا في مصر فعلا والمحكمة البشرية لم تبرق الرجل رغم كثرة أعماله الخيرية اللي بيعملها لأنه قاتل والقاتل مش أنك تبني ملجأ ولا تبني مدرسة ولا تبني مستشفى يبقى خلاص براءة لا فيش كلام زي كده عند العدالة الأرضية اللي هي مش كاملة فما بالون عنده ديان كل الأرض الذي صنعت والله ينظر إلى القلب صحيح وبشوف حتى يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة طيب في ناس نوعيات بالنسبة للصليب بورس الرسول تكلم أن كلمة الصليب عند الهالكين جهال أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وانت تكلمت أنه في الصليب ظهر بر الله وحكمة الله وعدالة الله وقوة الله ومحبة الله ومن ناحية الثانية بتظهر بشاعتنا بشاعة الخطية أنه إحنا في آدم إحنا اللي صلبنا المسيح خطيتي هي اللي صلبت يسوع المسيح فإيه الموقف يعني في ناس هو في موقف يعني الله رح يطالب كل إنسان مش على أعمال ولا أي شيء الموقف أنه الرافض أو اللي قابل صليب المسيح إيه هاي الموقف إذا ممكن تكلمنا عنها أخي يوسف يعني كنا إحنا شاركنا في الصليب مع أن إحنا جينا بعد الصليب بألفين سنة عبر عنها رجل فنان هولندي بتعبير ظريف هو رسم صورة للصليب والجماعات التي كانت عند الصليب وبعد ما رسم الجنود الأشرار ورؤساء الكهنة ورسم المريمات من بعيد وبعدين رسم نفسه صغير على طرف وكأنه عاوز يقول أنا كنت هناك عند الصليب أنا ما شاركتش بإيدي لكن بخطاياي أنا كنت هناك وأنا بقول أن الرب مستعد يقبل حتى اللي شارك في الجريمة الرسول بطرس في أعمال ثلاثة وهو بيكلم رؤساء الأمة وبيكلم الأمة جمعاء بيقولهم أنا أعلم أنكم بجهالة فعلتم كما رؤسائكم أيضا فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ومرة تأني ماذا نعمل أيها الرجال الأخوة توبوا وليعتمد كل واحدا منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا إذن الله يقبل التوبة نعم والإيمان نعم توبة بدون إيمان ما لاش عايزة إيمان ما غير توبة ما لاش عايزة اللي اتنين مع بعض بيدوا الخلاص توبة مقرونة بالإيمان بالضبط وأنا أناشد كل واحد بيسمعني تدبر الأمر وفكر فيه جيدا يا صديقي أعمالك ما تخلصكش فأنت لو مخلص مع نفسك تعرف قد إيه أعمالك مخلوطة بنجاسات وقضارات وشرور لا أول لها ولا آخر إذا كنت مخلص أما إذا كنت عايزة تمشي في التمثيلية اللي أنت حر لكن التوبة والإيمان هم الحاجة اللي بتخلي الله يقبل توبة التاب إنه في الإيمان المسيحي ليس إيمان مبتور يعني مثل السامريين كان يؤمن بالطورة ولكن مش في كل الكتاب وكتير من المسيحيين يؤمنون بالكتاب ولكن مش عاوز حتى يؤمن في الصليب لأنه ما فيك يعني تآمن بدون الكتاب المقدس بدون كلمة الله اللي عاوز أقوله من خلال يعني اللي عاوز أوصله إنه حتى رسل المسيح كانت رسالتهم مش عن طفولة يسوع ولا شباب يسوع صحيح ولا كمال يسوع ولا معجزات يسوع ولا حتى تعليم يسوع مع إنه في كل شيء يعني متكامل لا مثيلة له صحيح يعني يعني ما فيه إنسان يجي للمسيح بدون الصليب وبدون القيام شو رأيك أقول ماذا قال الكتاب في هذه النقطة قال أبولس في كوريخ في الأول أصاح اثنين لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح شخصه وإياه مصلوبا لا فيه حاجة ثالثة كمان مهم من نحن نركز عليها الكتاب الكتاب واحد والعمل واحد والشخص واحد في درج الكتاب قدي الكتاب مكتوب عني ده المسيح بيقول كده أن أفعل مشيئتك يا إلهي سورك فهنا نجد هذه الثلاثية كلمة الله الكتاب المخدس اللي بتقدم لنا شخص وعمل من هو الشخص المسيح ما هو العمل الصليب وأقول لو كان المسيح عمل من المعجزات قد كده مئة مرة وقال من الموعز قد اللي قالها مئة مرة ولم يصلب كم واحد كان حيخلص ولا واحد مفرد في كل التاريخ بدءا من آدم وهابيل إلى آخر واحد حيقابل المسيح ويخلص ما كانش حد حيخلص بدون عمل الصليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر متكامل من سفر التكوين أنه في الصليب سيسحق رأس الحية إلى سفر الرؤية حتى في السماء بتشوف فكرة الصليب الخروف المذبوح وبعدين بوجهنا إلى كل ذبائح العهد القديم وفيه أعياد وفيه رموز وحتى في العهد الجديد يحنى المعمدان بيبتدي يقول هو هذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ويسوع تنبأ كده مرة عن غرض مجيء أنه رايح لأورشليم حتى يموت هناك وتكلم برموز مثل الحية النحاسية كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ويتكلم عن الهيكل أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاث أيام أنا هو الباب والراعي الصالح الذي يبزل نفسه عن الخراف وتكلم عن حبة الحنطة في يحنم يعني كل هذه الرموز كلها واضحة أنه المسيح كل الغرض من قبل الأزمنة رايح للصليب وجه يعني وجهه نحو أورشليم ماذا حدث في هذا اليوم يوم الصلب من ناحية إيجابية يعني إحنا مش بس منرد على كل هذه الأسئلة ولكن منوضح ليه المسيح مات وليه المسيح تصلب وشو اللي صار في هذا اليوم المسيح زي ما قلنا جاء لك يصلب لأجل هذا قد أتيت إلى هذه الساعة عند دخوله إلى العالم يقول بذبيحة وتقدمة لم تصر لكن هيا أتلي جسدا هأنا ذا أجي لأفعل مشيئتك يا الله أو يا إله سرير وبإذن المسيح جاي علشان يموت على الصليب وفي الحقيقة كتر ألف خيره أنا بقول يعني حاجة تاخد دقيقة ولا حاجة إن لو فيه شابة ارتبط بها واحد وحبها أوي 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 لدرجة إنه مات لأجلها السؤال هتبقى سعيدة ولا حزينة أنا في الحقيقة متحير في السؤال لأنه لو مات أكيد هتبقى حزينة جدا كل ما تفتكر وتقول يا سلام لقيت اللي حبني جدا 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 لكن يلا المأساة مات قصتنا إحنا مش كده اللي مات لأجلنا قام في اليوم التالت وبالتالي نحن نعتز ونفتخر إنه حبنا موت محدش بيحب موت في ورقة في لوحة بتقول سألت المسيح بتحبني قد إيه فتح إيديه على اتساعه ثم نكس رأسه ومات حبنا موت وإذا كنا هنحزن لأنه مات لا ما تحزنش لأنه في اليوم التالت قام ولهذا فإن الشيطان يقرأ كل من صليب المسيح وقيامة المسيح ونحن نفتخر زي ما قلنا في بداية الحلقة بصليب ربنا يسوع المسيح نفتخر بهذا الصليب ونفرح به ولا سعدنا بهذا الشخص المجيد حتى في قيصرية فليبوس بعد ما شفنا الإعلان العظيم من الرسول بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي بعد شوي عم بينتهر المسيح يعني حاشاك يا رب صلب مش لأي لك الرب يسوع انتهر قال له اذهب عني يا شيطان صحيح في موضوع الصليب ما في مسايرة ولا في تهاد ولا في مساومة يعني هذا حق إلهي حق كتابي مش عايز تقبله انت الخسران خسران أبديا وأرجو أرجو نروح الله يعمل في المشاهدين ويفهموا يعني خسارة أبديا ليس طريق آخر للقبول عند الله إلا صليب المسيح الناس بتقول دي كلفة كبيرة بس النتائج رائعة أبدية ملايين المفدين حيكونوا في السماء على حساب على حساب الدم من رايح أنا داخل الأمجاد أتمنى من قلب ان كل اللي بيشاهدونا يعقلوها ويفكرهم ويصلهم بتجرد لله اعلن إذا كان هذا الأمر حق كتاب اعلنوا لينا وأتمنى من قلب ان كثيرين يعرفون الحق والحق يحررهم يعني برضو عاوز أسألك في الختام أكم دقيقة أوكي المسيح تصلب ولكن في بركات للصليب يعني مثلا الرسول بعبر بكل وضوح نكرز بالمسيح مصلوبا فلما نكرز بالصليب يعني يعني واحد يحب طليقة جديدة صالحنا صحيح مع القاب يعني فينا نتكلم كثير عن بركات لا حصر لها ترجمة نانسيح ترجمة نانسيح اللي عاوز تقدمها في الختام لكل مشاهد أنا عارف أنه في كلام متكرر يمكن خلال حديثنا في هذه الحلقة ولكن في هاي اللحظة في ناس غير مدركة عمل الصليب وأهميته إيه الرسالة اللي عاوز اتوصلها يعني أفكر ب اللي قلته من شوية أن في ثلاثية علينا أن نقدرها الكتاب الشخص العمل في درج الكتاب مكتوب عني أفعل مشيئتك أتمنى من قلبي في الختام أن اللي بيشاهدونا يروح للكتاب المخدس مش يروح للكتاب المقدس ويفتع على جوجل فين الأخطاء بتاعت الكتاب ده ما فيش غلط في الكتاب ده الغلط في العمى اللي عند بان البشر اللي الشيطان عامل بشر به عايز تمشي ورا الشيطان حبيبي براحتك ومين الخسران في النهاية هو أنت عشان قيرك روح للكتاب وبعد ندور على الشخص اللي هو موضوع الكتاب قال في رؤية أن شهادة يسوع هي روح النبوة موسى كتب عني يبقى إذن روح للكتاب دور على الشخص ودور على لماذا جاء هذا الشخص العظيم عشان يعمل معجزات لا عشان يقول مواعز عظيمة لا عشان يعمل الخلاص فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار وكلف الله أن يبذل ابن الوحيد الحبيب على الصليب لأمين آمين آمين فالمسيح هو رئيس إيماننا هو رئيس الحياة وهو أيضا رئيس خلاصنا إخوة وأخوات سمعنا هذه الأسئلة وبرحب بكل الأسئلة اللي ممكن تبعتها ولكن واحدة من الآيات الجوهرية في الكتاب المقدس في يحنى 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا الرسول يحن عبر عن هذه الكلمات بطريقة لا يستوعبها العقل البشري قال انظروا أيّة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفون العالم لأنه لا يعرفهم أحبائي محبة الله ظهرت من خلال عمل المسيح الكامل الكفاري على الصليب بموت النياب والبديل عنك وعني أخذ خطياك في جسده وعطاك بره حمل آثامنا حتى نقف أمام الله مبررين وكأننا لم نفعل خطيئة نعم هو أحبنا ولكن المشكلة الخطيئة الخطيئة هي الفاصلة صارت فاصلة فاصلتنا عن الله الآب ولكن بتدبير الله الأزل الأبدي جاء يسوع المسيح في ملء الزمان وقدم نفسه فداء من أجلك ومن أجلي ليفتدي الذين تحت النموس فاسمعنا اليوم لعنة النموس أنه ملعون كل من لا يعمل أعمال النموس بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد جاء المسيح وأخذ مكانك بديلا عنك حتى أنت وأنا نرفع أعيننا نحو الرب ونقول بكلمات بسيطة كما قالها العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ ونعلن توبتنا وتغيير فكرنا ونرجع للرب واثقين ومؤمنين بما فعل يسوع على الصليب نحط ثقتنا وإيماننا بيسوع المسيح ندعوه ونتوجه ربا وملكا على الحياة والكيان ونقبله مخلصا شخصيا لنا العملية ما بدها فلسفة قل له افتح عيني اكشف عن ذهني والرب لابد أن يتفاعل معك لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فأنا بسلم من كل قلبي أنك اليوم تقبل يسوع المسيح وتسلم حياتك وإذا محتاج لمساعدة روحية فيك تتواصل معنا ربنا يباركك أخي يوسف مرة تانية بشكر الرب من أجلك ومن أجل خدمتك ومن أجل وقتك ومن أجل كل تضحيتك وفيك طبعا إذا أنت بتزور أي مكتبة مسحية تشوف الكتب طبعا والمؤلفات للأخ يوسف رياض وأكيد رح تبنى بالكلمة ورح تستفيد منها وطبعا الكتاب المقدس يلقده على يعني كل هذه المواضيع بصلي من كل قلب أنه رب يباركك ويكون معك ويبارك أسرتك في هذا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة